اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وموعد زيارة الله جل في علاه ونظروا إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى كلما ازدادوا بهاء وجمال ونعيم احنا لو نبغى نوصف في الجنة احنا ما نقدر ترى يقولنا الضعيفة وخلق الإنسان الضعيفة احنا ما نقدر نتخيل لأن الله سبحانه وتعالى قال احددت العبادة الصالحة ما لا عين رأت ولا ابن سمعت ولا خطر على قلب بشر حتى لو فكرت تحلم تتخيل فوق الخيال لكن نقول حاجة واحدة يا رب بل لذنا الفردوسة لا على المجد ولا تفكر في كلامك الشيخ وأنت تردد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم صبرا آل ياسر آل ياسر فإن موعدكم الجنة أيضا يقال للمريض صبرا أيها المرضى نعم فإن موعدكم الجنة يقال لهم صبرا فإن موعدكم الجنة أيها المرضى أيها المرضى يقال صبرا ذاك الرجل اللي في كل يوم يترك فراشه والنوم الهنية من أجل أن نذهب إلى صلاة الفجر نقول له صبرا فإن موعدك الجنة نقول تلك المرأة اللي صبرت على الحجاب استجابة لأمر الله وأمر رسول الله نقول له صبرا فإن حجابك طريقك إلى الجنة نقول صبرا لقائم الليل وصائم النهار والبار بوالدين وواصل الأرحام وتالي القرآن صبرا فإن موعدكم الجنة والله لن تصل الجنة إلا بالصبر شخرا سبحان الله يعني إذا بنقول صبرا أنا وأنتم تتكلمون أتذكر آسي بنتموزح وهي مقيدة والجنة تأتي إليها الله وترى الجنة وتدعو وهي زوجك من؟ وهي زوجك من؟ أطغى الطغي فرعو والله سبحانه وتعالى منكرمه لآسي بنت مزاح بسبب صبرها واحتسابها لأجر تريد ما عند الله سبحانه وتعالى الله جل وعلا جعلها وضربها مثلا للمؤمنين والله جل وعلا يقول وضرب الله مثلا للذين آمنوا الذكر والأنثى وضرب الله وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين